أتكلم الأول عن كلمة تأخر الإنجاب وقعها تقيل قوي على نفسية الكل المرضى بيكون جاهل لك أنا في رأيي أنتوا أكيد عندكم استشاري نفسي كمان ده حقيقش ده حقيق ياه هو تأخر الإنجاب التعريف بتاعه أن يكونوا زوجين عايشين مع بعض بشكل متواصل ومش بيستخدموا أي موانع لمدة 12 شهر أو أكثر فلي بيحصل طبعا أن هنا في مصر الناس بتقلقوا موضوع الإنجاب وموضوع الحمل ده حاجة مهمة قوي فبيبتدوا يقلقوا من بدري جدا إحنا لو عارفين أن هو ده التعريف المفروض أن إحنا ما نقلقشه وأن إحنا نصبر إلا طبعا في حالات معينة لما بيكون معروف أن فيه مشكلة واضحة تأخر الإنجاب دي الحالة اللي أنا بقول لهم لأ ابتدوا إفحاصوا وابتدوا دوروا قبل 12 شهر لكن غير كده هو 12 شهر يعني علاقة زوجية مستمرة بدون أي موانع بعدها نقول أن الزوجين دول عندهم تأخر في الإنجاب ستات كتير بيقولك توقيت غريب يعني زيك السؤال يعني ما تنزهب دي مهمة آه مهم جدا لو الأمور كلها في التاريخ المرضي بتاع السيدة ما فيوش أي حاجة يعني تلفت الإنتباه يعني دورة منتظمة ما عملتش أي عمليات سابقة في بطنها فتحت بطنها عملت أي عمليات قد تؤدي إلى التساقات سنها صغير ما فيش أي أمراض ممكن تأثر على الحمل زي السكر أو الغدة الدرقية الحاجات اللي هي ممكن تلخبط التبويد أو تلخبط الحمل يبقى هي يعني بالنسبة كبيرة الأمور مطمئنة وتنتظر أنها تطمئن على نفسها بعد 12 شهر إلا لو هي الآن حيبقى فحص عند الدكتور نيسا اتمئنان عادي على أن الأمور طبيعية يعني أن فيه طبويد أن فيه رحم تمام ما فيش مشاكل واضحة تأخر ده والحاجة اللي سهلة قوي نعملها برضو التحليل السائل المانوي بالنسبة للزوج دي حاجة سهلة قوي لأي زوجين وأعتقد أنها بقت من ضمن شروط لإتمام الزواج أن فيه شوية فحوصات بتتعامل قبل الزواج أسهلهم هو التحليل السائل المانوي الزوج بيسيب عينة في معمل عنده شوية خبرة في فحص السائل المانوي بنطمئن أنه عنده العدد الكافي والحركة الكافية فالحاكتين دول مع بعض بيخلوا الزوجين دول يطمئنوا ويعرفوا أنه الأمور تمام الوعدة بقى مختلف لسيدة العمر أكبر يعني 35 أو أكثر أو فيه حاجة واضحة في التاريخ المرضي بتاعها الدورة غير منتظمة عاملة عمليات سابقة في المبيض مثلا شايلة أكياس في المبيض معروفة أن هي عندها بطانة مهاجرة عاملة عمليات حصل فيها مضعفات زي زيدة مثلا حصل فيها انفجار أو التهاب بريتوني حاجات واضحة كده يعني تعرفنا أنه قد يكون فيه مشكلة الزوج نفس الكلام تعرض لحاجة قد تؤثر على الخصية أو على تصنيع الحيوانات المنوية أو هو عارف أنه فيه مشكلة دول طبعا لازم يبدأوا يستشيروا للطبيب أو المتخصص بدري شوية بعد الزواج ترجمة نانسي قنقر